السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا في مطبخ حنال حناني كنتمنى من الله هذا الفيديو يلقاكم صحة جيدة وفي احسن احوال اقتراح اليوم عاصر رائع ومنعش وبكيميا كثيرة والاهم من هذا انه لديد وصحي واقتصادي فكنتمنى انكم تجربوه وكنتمنى يلقى استيحسانكم فالعجبكم اخواني اخواتي تقسموه مع العائلة والاصدقاء باش تعمل فائدة كيفما كتعرفوا اخواني اخواتي ففصل الصيف على الابواب وكذلك عيد الاضحى فالله يدخلوا علينا وعليكم الصحة والعافية يا ربي كانت استهلكوا كيميا من المشروبات يعني بكثرة فالبعض من الناس اللي كيلجؤوا للمشروبات الغازية فبالتالي صراحة ما صحياش كان نصحكم انكم ما تدخلوهاش لبيوت ديلكم وتحضروا بحال هاد العصائر هادو فانبدو باسم الله على بركة الله غدي نستعمل ثلاثة الحبات ديالبرتوقال وثلاثة الحبات ديال الجزر غدي نستعمل ايضا السويهلا او الشمام غدي نستعمل السكر وغدي نستعمل الياغورت فاول حاجة اخواني اخواتي غدي ناخد هاد البرتوقال وغدي نحك القشرة البرتوقالية في الحكاكة الرقيقة لاحظوا معايا بهذا الشكل هذا فحكيت البرتوقال الاولى والتانية غدي نحك غير نصف ديالها انتم ملك يعجبكم طعم ديال هاد القشرة يعني طاغي بزاف يمكن لكم تحكوه جوج برتوقالات انا استعملت تقريبا معلقة عامرة ديال القشرة البرتوقال غدي نزيد ليهم ثلاثة المعالقة ديال سوكر سانيدا وكثقال حلاوة على حسب الرغبة وعلى حسب الضوء فغدي نضيف ليهم كذلك الياغورت بالنسبة الياغورت اختاروا الياغورت النكهة اللي كتفضله يعني والنوع اللي كتفضله فأنا استعملت هذا النوع هادا ديال الفواكه فكعطيه واحد طعم زوين وتوتى بزاف مع هاد العاصر هادا فخلطتهم مع بعض وحطيتهم جانبا بشي تلقوا بعضياتهم وفي هذه الأثناء غدي نقطع الجزار ديالي قطع اللي كتكون رقيقة او صغيرة شيئا ما على هاد الشكل هادا فانا كان قطعوه بالقلب ديالو حيث القلب فيه صغير وطري فلكن القلب عاصي ممكن تحيدوه انا غدي نطيبو انتو ما لبغيتو تتعملوه خضر فيمكن لكم تحكوه بالحكاكة وتخلطوه مع هاد المزيج ديال الياغورت وديال السكر مع قشور البرتوقال فانا غدي نطيبو باش يجيني العاصر خاتر ويجي كيميا كتيرة ضفتوه في هاد الكسرولة وزدت عليه القليل من الماء وغدي نرضو يطيب على النار اللي كتكون متوسطة حتى كي يطيب وعد غدي نضيفوه العاصر بيالنا فهاد الأثناء اخواني اخواتي غدي نقشر البرتوقال غدي نحيدله القشرة على هاد الشكل هادا لاحظوا معايا بالنسبة لهاد البرتوقال رتيكون فيه الماء بزايد وحتى الحلوات يكون حلو ولهذا بلا ما تكتروا كمية السكر في الاول يعني الى كان البرتوقال حلو والسوهلة حلوة لا دع انكم بشتيروا كمية السكر بزايد فلاحظوا معايا من بعد من بعد ما قشرت البرتوقال كنقطعو بشكل دائري هكذا باش كيبانوا ليدوك البودور او العظمة اللي تكونوا فيه كنحيدوهم ضروري باش ميتلقوش لينالمرورة في العاصر كنقطعوهم قطع صغيرة لاحظوا معايا ومن بعد غادي نوضعو في الخلط وغادي ندوز باش نقطع السوهلة بنسبة السوهلة ما غاديش نستعملها كاملة وانما غادي نستعمل واحد طريف منها فما بغيتش انا العاصر يجي يعني فيه كمية ديال واحد النوع من الفاكهة اللي يكون طغي بزايد فكندروا شوية شوية من كل حاجة بالتالي كنحصلوا على العاصر اللي تيكون رائع جدا وفيه مدق زوين فحتى السوهلة قطعتها قطع اللي هي صغيرة بهذا الشكل هدا وغادي نزيدها على البرتقال فلاحظوا معايا وهنا اخواني اخواتي بالنسبة الجزر فراه طاب وصفيتوا وضعتوا في هذه البوطة ودخلتوا المجمد فراه برد تماما عزتوا على هاد السوهلة وعلى البرتقال ضفت ليهم واحد نصف لطر ديال الماء وغادي نطحن الكل جيدا من بعد ما كنطحنوه كنحصلوا عليه بهذا الشكل هدا فغا نقص الكيمية حيث الكأس ما غايت تاسعش ليه باش يهزليه هاد الياغورت مع العاصر كامل طريت انني نقص واحد الكأس عاد باش نضيف هاد الياغورت مع هاد المزيج اللي خلطته في الاول يلا الياغورت مع السكر مع قشور البرتقال غادي نضيفهم الخليط الاول او العاصر وغادي نطحن الكل جيدا فضروري اخواني اخواتي ما تطحنوه الكل جيدا بالخصوص لكانت المولينيكس كتطحن زيان فرا ما غاديش تلقاوه الشوائب اللي هي كتيرة فمن بعد مما طحنت الكل طريت انني نزيد ديك الكيمية اللي انقصت ويعني ووليت طحنت كل شي فلاحظوا معايا ده بغادي نصفه ضروري ما نصفهو العاصر دينا باش هكذا نتخلصوه من دوك الشوائب وهنا في نفس الكأس فضفت واحد نصف ليلطر ديال الماء وهو اللي غادي نبقى نهبط به هاد العاصر هذا نبقى ندوز الملعقة به هاد شكل هذا حتى يهبط العاصر ودوك الشوائب اللي تبقى فتنفرغ فوقهم هاد الماء هذا ونعاود نهبط بالملعقة حتى يهبط لي العاصر كامل وكيبقوا غير الشوائب في المصفات فضروري ما نقطرو هاد الشوائب مزيان مزيان هكذا باش نهبطوا ديك الكمية العاصر اللي كتكون للاسقك كاملة وبالتالي كنحصلوا على العاصر به هاد شكل هذا كمية ما شاء الله لكتكون كتيرة وفي نفس الوقت راه خاتر وبالنسبة للقوام ديال العاصر التوما كتتحكموا فيه ديدو الكيمية الماء أو تنقصوه يعني كيبقى لكم اللي اختيار وعلى حسب الرغبة فانا ديال كيمية اللي حصلت عليها جوج اللي طرقوا نصف ديال العاصر بقوام خاتر مضاق الديد فكنتمنى تجربوه بنفس طريقة كنتمنى القستي حسنكم فالعجبكم اخواني اخواتي تقسموه مع احبابكم وصحابكم باش تعمل فائدة وما تنسونيش من لايكاتكم ومن تعليق فضلا وليس امران واحتل هنا اخواني اخواتي غد نودعكم وقول لكم السلام عليكم الى الفيديو قادم مع وصفة جديدة ان شاء الله دمتم في رعاية الله وحفظه وغادي نخليكم مع بعض الصور ديال وصفة اللي نزلت لكم في القناة تيمكن لكم تشوفوها فكنتمنى تلقصد يحسنكم موسيقى 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 موسيقى